من قال إن لله أيد أو أن لله أعين يعني له أعين كثيرة أو أيد كثيرة أن قوله باطل وإنما هما عينان ويدان النصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء أولا إثبات صفة اليد مفردة كقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة الثاني إثبات صفة اليدين مثناه كقوله لما خلقت بيدي وكقوله بل يداهم مبسوطتان الثالث أن تكون مجموعة كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون يعني جاءت مفردة ومثناه ومجموع فإذن وردت على الإفراد والتثنية والجمع ولهذا نظر أهل السنة في ذلك فقالوا التثنية هذا نص والجمع أيدينا لا يمنع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية ذلك أن الإفراد للجنس فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا ويراد الجنس وأما الجمع فإن له قاعدة في النحو وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال يعني أقول يد محمد ويد محمد وخالد ويد محمد وخالد ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما هذا ضمير تثنية فهذا يصح وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح ويدل عليه بالقرآن قول الله عز وجل إنت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما لهما قلبين وجاء بصيغة الجعب قال إنت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فخاطب الله عز وجل عائشة وحفصة بقوله إنت توبا إلى الله وعائشة رضي الله عنها لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبان فقال صغت قلوبكما فلماذا جمع لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية لأن التثنية نص عليها بخصوصها والتثنية لا تحمل إلا على التثنية يعني أن المثنى نص في المثنى أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد ولهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأصح في لسان العرب إذن تبين من ذلك بأن من قال إن لله أيدي أو أن لله أعين يعني له أعين كثيرة أو أيد كثيرة أن قوله باطل وإنما هما عيناني ويدان